قزارك بناء باختيف المدكاني بيغمريخوا صلى الله عليه وسلم عن عارشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا رواه البخاري وفي رواد مسلم عن عارشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الناس الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا قال ابن أبي شيبة يشفى وقال زهري ليشفى سقيمنا رواه مسلم لخاتو عيشة دايشي من دران رضا ورحمتي خواه لبعه فرموي في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم كانت دعيبه نخوشيك دكر تفرمو بناوي خواه وأمقوالك خاكمانا وبملكا كهي إيميا شار سري أو آزار ربكات بإذن بارور دقار أم فرمو دي إمام بخاري روايتي كردو ولصحيه مسلم دا هاتوا لا أخاتو عيشة دايشي من دران رضا ورحمتي خواه لبعه في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم كانت كسك أهد بولاي ونا رحتي كي هبو يان أزار كي هبو يان بريني كي هبو أي فرمو في أغمري خواه صلى الله عليه وسلم بم بنجي إشارتي كرد وتا بنجي شايتمان أي خستناو أرزكوا وطا أي خستناو قلقوا پاشنده فرمو بنايوي پروردگار أم خوال زوية كمانا وعملیکي خوامانا چار سري آزار كمان بكات بإذن پروردگار إمام مسلمان فرمو دي روايتي كردوه قزارك بناوبا ختيف المدكاني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم شكرا شكرا